والحاجة مارستها من المغامرات اللي احنا اتكلمنا عنها من العرب أول قفزة إليه كنت لما كان عمري خمس سنوات من دولاب الملابس فهذه تحتسب مغامرة كلنا عملنا الحركة دي على فكرة كان فيه إصابات يعني من المنازم وبعدين يعني بدأت بتعرف كشباب يعني الدراجات النارية والهوائية ولعب كرة القدم وما إلى ذلك كويس وبعدين لا بديت بالقفز المظلي والطيران الشراعي وبعدين بالفور القفز المظلي أول حاجة نقدر نقول أنها غير معتادة على الشفص العادي بالضبط اللي هي الرياضات احنا سميها extreme sport اه او الرياضات الخطرة اللي كانت في العرق اللي كانت في دولة الإمارات العربية في الإمارات نعم وبدأت في القفز المظلي وبعدين طيران الشراعي الparagliding الparamotoring الpower parachute بعدين بدأت بالطيران شوي شوي اللي هو مايكرو لايت والترا لايت وبعدين تجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وولايات تكساس ودرست فيها الكميرشال اللي هو الهليكوبتر هادي في الاهرامات دلوقتي اي حد ملوش في القصة هيقول ايه الروابة ده وبعدين اتدرتك كمان طارت منك ايه هادي فوق الاهرامات دي كانت فوق الاهرامات السنة فاتت كان فيه مسابعة طاقة دولية وقيمة السنة اللي فاتت هو للترويج عن السياحة حتى انت أحد المشاركين فيها بالضبط هو طبعا أنا أقدم شكري إلى رئاسة الجمهورية وإلى وزارة الدفاع وسكاي دايف ايجيبت واتحاد المصري قفز المظلات وزارة الداخلية وزارة السياحة على استضافتنا احنا من مختلف دول العالم حتى نقفز فوق الاهرامات وكان هذا الحدث الأول من نوع العام حكي لي احساسك كده وانت شايف الاهرامات من فوق وبتقفز يعني احنا شفنا صور للاهرامات دي من كل الزوايا الحية صح وكان انتبعاتنا عنها قد تختلف من واحد للتاني كلها بيشوفها بمنظور غير الآخر يعني حضرتك لما مرست موضوع الطيران او القفز بالمظلة من فوق الاهرامات عايز اعرف شعورك كان ايه انا والله شفتها من جانب اخر جانب فلسفي وكان اول مرة شوفها الاهرامات لا لا شفتها سابقا شوفتها لكده يعني حقيقة دائما يعني اشوف الاهرامات على انه هو منجز بشري مهم يعني هو منجز لكل البشرية وهو دافع لكل الشباب على انه ما قلنا عذر انه احنا ما نشتغل ما قلنا عذر انه احنا ما ننجح بدليل انه اللي بنوا الاهرامات الناس العظماء المصريين الفراعنة بنوها بأي دعارية يعني بدون اي تقنيات بدون اي مساعدة لما الانسان يبني منجز بهذا العظمة بهذا الحجم الكبير بهذا التكنولوجيا المعقدة وبيد عارية معناه هو يمتلك ارادة غير اعتيادية ارادة استثنائية فاحنا ليش كاحفاد ما نمتلك نمتلك ارادة خاصة انه اليوم الحياة بالنسبة قياسا بالنسبة لاجدادنا اسهل احنا اليوم نمتلك تقنيات نمتلك اداة بس للأسف تعوزنا الارادة اللي كانوا هما يمتلكوها انا هذي نظرتي بالنسبة كان في جنسيات اخرى مشاركة بقى ما حضرككم اي طبعا تقريبا اربعين جنسية وراح يتم تكرارها يوم 16 و 17 و 18 من هذا الشهر فبراير وراح نقفز مرة ثانية ثلاث قفزات بين الاهرامات الحقيقة يعني هو بحد ذات شيء جميل واحنا شاكرين جدا لاستضافة مصر لمثل هذا الحدث الرائع ونتمنى انه كل السواح وكل الناس تجي يشوف وهذه الكنوز اللي تمتلكها مصر حقيقة باذن الله يعني من الاهرامات بقى قمة ايفرست اعلى قمة في العالم صحيح وكمان روحت القطب الشمالي صحيح يعني اماكن بالنسبة لناس كتير بتقول لا مستحيل ان انا مثلا اروح المكان الفلاني اصلا يعني مش ان انا مارس حتى فيه رياضة صحيح ازاي بيتم دعوتك بقى لممارسة انشطتك في الاماكن المهمة لزيك هو يفترض انه انت يجب ان تبين مهاراتك يجب انه انت تكون دائما قريب على الناس اللي هي تهتم بمثل هذه الانجازات يجب ان يشوفون انه انت انسان منجز انه انت انسان حالم انه انت مو فقط تقف عند الحلم وانما تروح الستبتو الى تحقيق هاي الاحلام فأكيد هم يلاحظون مثل هيتش انسان وبالدم دعوته على انه عدنا مثلا تحدي من النوع الجديد وكان القفز فوق قمة افرست هو الاول من النوع على الاطلاق سنة 2008 وكنت انا من الناس اللي قفزوا فوق قمة افرست وقفزنا شهر العاشر المناسبة دي سجلت باسم حضرتك احنا لا كنا 15 واحد 15 واحد بس كنت من اوائل الناس هو احنا كنا احنا كنا نعتبر الاول احنا كان الحدث كله اسمه على الاطلاق اول قفز فوق قمة افرست القطب الشمالي لا انا كنت الوحيد اول واحد من العراق راح كفز فوق نقطة محور الدوران يعني في نقطة 90 اللي هي ابعد نقطة في الارض كانت قمة افرست في 2008 اعتقد القطب الشمالي 2010 في ناس اعتقدتها عن القطب الشمالي عموما انه مكان فارغ تماما هو فارغ الا من التلوج يعني وبالضبط هو يختلف يختلف عن قطب الجنوبي ايه اللي لفت بناظرك او ايه اللي دعاك ان انت حتى تروح مكان زي كده وتسجل قفز هناك انا حالم مثل ما اقول لك وظيفتي بالحياة هي تحقيق الاحلام يعني شيء بشيء يذكر انا للان للأسف ما استطعت انه اطلع للفضاء ما قدرت ان الاجي سبونسر او كفيل انه اروح الى الفضاء رغم اكمالي التدريبات لكنك درست وتأهلت بالضبط ومجهز تماما انك تكون رأي فضاء بالضبط لكن هذا ما منعني من انه ظل احاول ومع ذلك كان لجيت في الطريقة ثانية انه اشوف الارض كلها قلت اذا انا ما راح في يوم من الايام الاجي سبونسر واروح واشوف الكل الارضية من فوق راح اشوف الكل الارضية من جوه لحد الان انا زرت 179 دولة وان شاء الله يعني بالنية انه اكمل دول العالم كلها اللي هي يعني حسب تصنيف الامة المتحدة قريب على الميتين دولة يعني ما باقي لشي واكمل دول العالم فانا بكل طريقة احاول انه احقق هاي الاحلام